كن صباحا يروي هالي لورد في كتابه الرائع الصباح المعجزة الذي غير حياة آلاف الأشخاص كيف أن الاستيقاظ مبكرا أنقذه من حالة اكتئاب متأخرة كادت أن تصل إلى الانتحار فبعد أن كان يعيش حياة ناجحة اجتماعيا وعملية وكان قد نشر له كتاب حقق مبيعات رائعة تغير كل شيء فجأة بعد الأزمة الاقتصادية عام 2007 فوجد نفسه بلا عمل غارقا في الديون لا يستطيع أن يدفع فواتير بيته حتى انتهى به الحال إلى حالة متأخرة من اليأس والاكتئاب كان هالي يقضي معظم وقته نائما حيث لم تكن لديه رغبة في الاستيقاظ من نومه لمجرد يقينه بأنه سيواجه هذه الحياة التي لا معنى لها وهذا حال كثير من مرضى الاكتئاب وفي أثناء حديثه مع أحد أصدقائه المقربين نصحه صديقه بأن يجرب ممارسة بعض التمارين الرياضية حيث يخرج من حالة الاكتئاب هذه ونصحه بأن يمارس رياضة الجري خاصة فهي سوف تساعده على الشعور بتحسن نوعا ما أخبر حال صديقه أنه لم يمارس رياضة الجري قط في حياته بل إنه لا يحب رياضة الجري أصلا ولكنه تذكر أنه أيضا لا يحب الحياة التي يعيشها فما المانع إن جرب رياضة الجري هذه ومع ظهيرة يوم العطلة الأسبوعية ارتدى حال ملابسه الرياضية وبدأ بالرقض حول المنطقة التي يسكنها كانت تجربة مفيدة بالنسبة له حيث شعر أن القلقة لا شا في تلك اللحظات التي كان يجري فيها وغمره إحساس مؤقت بصفاء الذهن الذي ساعده بالبدء في التفكير الإيجابي تجاه مشكلات حياته أحب هال هذه التجربة ككل وعزم على ممارسة رياضة الجري بانتظام كما عزم على فعل بعض الأمور التي يمكن أن تحسن من الحياة التي يعيشها ولكنه وجد صعوبة في إيجاد الوقت لفعل هذه الأمور حيث كان مشغولا لدرجة أنه لا يجد الوقت لتحسين حياته وأذكر هنا مقولة الكاتب ماثيو كيلي كلنا نريد أن نكون سعداء وكلنا ندري ما الأشياء التي نجب أن نفعلها لنكون سعداء ولكننا لا نفعل هذه الأشياء لأننا مشغولون مشغولون بأن لا نكون سعداء لم يعتاد هال أن يستيقظ مبكرا كأغلبية سكان هذا الكوكب إلا في حالات الضرورة كالذهاب إلى العمل أو مصلحة حكومية أو من أجل اللحاق بموعد طائرة وكان يعتبر نفسه كائن ليلي لذلك قرر أن يمارس رياضة الجري والأمور الأخرى التي من شأنها تغيير حياته ليلا بعد الانتهاء من العمل ولكنه اكتشف أن وقت الليل ليس الوقت المناسب حيث إنه دائما يكون متعبا وليس في الحالة الذهنية والبدنية المطلوبة فكر في أن يستغل وقت الراحة في وسط يوم العمل ولكنه نادرا ما كان هذا الوقت أهلا للاستخدام حيث أن التفكير في مهام العمل والتحضير لها كان ما يفعله في وقت الراحة لم يجد هال وقتا مناسبا إلا الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل لكن هذه الفكرة كانت بمثابة الكابوس بالنسبة له هو لا يتصور أن يستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحا دون داعي فقد كان يستيقظ بصعوبة بالغة في السادسة وأحيانا السابعة صباحا من أجل الذهاب إلى العمل وكل يوم هو يجر نفسه جرا حتى يغادر سريرا لذلك قرر للحظات أن ينسى الفكرة تماما ويعيش حياته كما هي ولكنه تذكر حسب قوله مقولة الكاتب كيفين براسي إذا أردت أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي تعيشها فعليك أن تفعل أشياء مختلفة عن تلك التي تفعلها وهذا قانون رباني ثابت حيث يقول الله الرافع الخافض إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإن كنت غير سعيدا بالحياة التي تعيشها فلابد أن تغير من أسلوب حياتك حتى يغير الله حياتك وإن كنت سعيدا بالحياة التي تحياها فحافظ على الأمور التي تفعلها لا يبدل الله العزيز نعمه التي أنعم بها عليك وفي هذا يقول الدكتور راتبا نابلسي غير كي يغير ما بتغير ما بغير الصباح المعجزة كتب هال ستة أمور من شأنها إضافة معنى للحياة التي يعيشها وعزم أن يستيقظ في الخامسة صباحا وأن يعطي كل أمر عشر دقائق فقط بعد أن يذهب إلى عمله تلك الأمور كان منها الدعاء والقراءة وممارسة بعض التمارين الرياضية العجيب أنه بعد أن كتب فقط هذه الأمور أصبح متحفزا جدا للاستيقاظ مبكرا في اليوم التالي بعد أن كانت الفكرة عبارة عن كابوس بالنسبة له وهنا يخبرنا علم النفس أن الإحصائيات تقول أولئك الذين يكتبون أهدافهم ينجحون في تحقيقها أكثر ثمانين بالمئة من الذين لا يكتبون أهدافهم وأيضا الذين لا يكتبون مشكلاتهم ويكتبون الحلول الممكنة لها يخلصون أنفسهم من القلق الناتج عن كثرة التفكير في المشكلات في اليوم التالي استلقظ هال في الخامس صباحا رغم أنه لم يحصل على قصط كافي من النوم وبدأ في تنفيذ الخطة التي وضعها لنفسه وبما أنه كان يستغرق فقط عشر دقائق لكل نشاط لم يشعر بالثقل أو المقاومة لممارسة هذا النشاط فأنت لو عزمت على القراءة لمدة عشر دقائق لن تقاومك نفسك كما لو عزمت على القراءة لساعة أو ساعتين حافظ هال على هذا الروتين الصباحي لبضع أسابيع وشعر بتغيير ملحوظ في حياته حيث أن القلق بدأ يتلاشى شيئا فشيئا وأصبح أكثر تركيزا على حل مشكلاته وأكثر سعادة وقرر أن يستيقظ في الرابعة صباحا ليعطي كل نشاط أطول وبالفعل أصبح الاستيقاظ في الرابعة عادة يفعلها دون مجهود بعد شهرين تغيرت حيات هال بشكل جذري لذلك أراد أن يطق اسما على هذا التغيير وأن يشاركه مع آلاف الناس فأطلق عليه اسم الصباح المعجزة أصبح اسم للندوات التي يعقدها هال لمشاركة الناس قصته وأصبح أيضا عنوان كتابه الذي باع ملايين النسخ وترجم إلى سبعة عشرة لغة وتم تأسيس موقع رسمي يشارك فيه آلاف الأشخاص الذين تغيرت حياتهم مع الصباح المعجزة حيث يتم سرد عشرات القصة يومية بشكل شخصي شاركت بقصتي التي بدأت قبل أن أقرأ كتاب الصباح المعجزة وكنت فخورا جدا وأنا أخبر هال بأنني أستيقظ تلقائيا في الرابعة صباحا لأن ديني يفرض علي ذلك وأول شيء أفعله بعد أن أستيقظ هو الصلاة الصلاة التي سميتها الصلاة المعجزة الصلاة المعجزة صلاة الفجر لعدة سنوات وأنا أطارض تلك الصلاة كان يضيق صدري كلما فكرت في أنني يمكن أن أغادر هذه الدنيا وفي صحيفتي بضع صلوات تعد على أصابع اليد الواحدة دونها كنت أشعر دائما أن هناك شيء ناقص كيف هو حالي إذا وقفت بين يدي الله ملك الملوك ناظرا في كتابي حيث لا صلاة فجر فيه ماذا سأقول لرب أعطاني كل شيء كل أعذاري كانت تبدو سخيفة أمام عطاء الله العظيم لي سلقت سبلا كثيرة حتى أحافظ عليها وفشلت كثيرا ما كنت ألوم ظروف الحياة التي اكتشفت أنني وكثير من من يعانون مثلي وكان منهم من يحافظ على الأربعة صلوات الأخرى في المسجد نريد أن نسير صلاة الفجر لتتفق مع أسلوب الحياة الذي نعيشها ولا نريد أن نغير أسلوب حياتنا حتى تتماشى مع صلاة الفجر اكتشفت أننا نركن دائما إلى أسباب دينية وروحانية لعدم قدرتنا على الاستيقاظ لصلاة الفجر وفي الحقيقة أننا نغفل أمرا بسيطا مادي منطقي يمكن التحكم به وهو أن ننام مبكرا أصلا فهذا أول خطوات الأخذ بالأسباب قبل التفتيش عن أسباب روحانية ودينية عجيب أن ننام في الثانية عشرة منتصف الليل أو الواحدة صباحا ونريد من تلك النفس الضعيفة أن تستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحا نحن بذلك سهلنا على الشيطان أن يأتي لنا بأول الأعذار وهو لم تحصل على قصة نوم كافي نم نم تخيل أنك حصلت على ست ساعات نوم قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر لن يكون هذا العذر قويا كما لو نمت لساعتين فقط حكمة الله الحكيم أن تكون صلاة الفجر أسلوب حياة مركز الطاقة التي تبدأ به يومك لست فقط محطة تمر بها إن استيقظت من نومك مررت عليها خلال رحلة نومك وإن لم تستيقظ فقد فاتتك أراد الله القدير لنا أن يتماشى أسلوب حياتنا مع صلاة الفجر وليس العكس هكذا أراد الصانع الحكيم وكل من اتبع تعليمات الصانع حتى من غير المسلمين كان النجاح حليفا لهم لأنها سنة الله الثابتة نظرت إلى حالي وفتشت في نفسي فلم أجد أمورا أكثر أهمية من صلاة تشهدها الملائكة بها أكون في ذمة الله منذ أن أبدأ يومي ركعت السنة فيها خيرا من الدنيا وما فيها بها ومعها فرصة لتحقيق أهدافي في حياتي ولآخرتي من خلالها أحيى الحياة التي أردت دوما أن أحياها أخبرني أنت عن تلك الأمور البالغة الأهمية التي تفعلها من بعد العاشرة مساء الغالبية العظمى لا تفعل أمورا مهمة أو ضرورية في ذلك الوقت عدى الذين فرضت عليهم الحياة العمل ليلا حتى وإن كانت هناك أمور ضرورية فالغالبية العظمى يمكنهم أن يفعلوا هذه الأمور صباحا يشتكي الكثير أن ليس لديهم وقت ليفعلوا الأشياء المحببة والمهمة لهم فأنصح المقربين مني بأن يستيقظوا فجرا ويفعلوا تلك الأمور قبل أن يسلب يومهم من بين أيديهم لكن ما فهمته عن الكثير منهم أنهم لا يريدون أن يبدأوا يومهم فجرا هم فقط يريدون أن تكون صلاة الفجر محطة في رحلة نومهم الممتعة ربما كانت لهم ذكريات غير سعيدة مع الاستيقاظ فجرا مثل الذهاب إلى الامتحانات أو السفر وما يحمله من قلق فهم دائما يربطون تلك الذكريات بالاستيقاظ فجرا أيضا هم لا يريدون أن يضحوا بساعتين أو ثلاث ساعات ليلا من أجل صلاة الفجر وما يلحقها من نجاح هل لك أهداف؟ ربما جعلتك تلك العيشة الرتيبة مشغولا لدرجة أنك نسيت أن تطمح وتضع أهدافا ربما ظننت أنه لا يحق لك هذا أو ربما يكون لك بعض الأهداف التي كتبت منذ سنوات فتكتفي بالنظر إليها بين الحين والآخر هل طاقت نفسك مرة لأن تحفظ القرآن الكريم؟ هل تمنيت أن يكون لك ورد يومي من القرآن الكريم؟ هل خططت لأن تحصل على الماجستير أو الدكتورا؟ هل تريد أن تتعلم لغة جديدة؟ هل تريد ممارسة الرياضة بانتظام؟ هل لحظت تغيير في شكلك منذ أن تزوجتي؟ هل اشتريت بعض الكتب ولم تنظر فيها إلى الآن؟ هل أردت أن تبدأ عملك الخاص؟ هل تحب الكتابة ولكنك لم تكتب بعد؟ هل تريد أن تقضي وقتا أكثر مع عائلتك؟ صلاة الفجر تلك الصلاة المعجزة قادرة على تحقيق أهدافك بإذن الله التي أحملتها منذ سنين اعلم أن هناك فقط ساعة أو ساعتين من بعد صلاة الفجر حتى الذهاب إلى عملك أو أشغالك ولكنك لو خصصت تلك السويعات لتسكية نفسك والعمل على أهدافك ستتغير حياتك ساعة الفجر هذه لا تعادلها ساعة يسميها علماء النفس غير المسلمين بالساحة السحرية وإن أردت أن تعوضها في أي ساعة أخرى من اليوم لن تستطيع لأن تلك الساعة أصابتها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها في دراسة أجريت على الرؤساء التنفيذيين لأنجح عشر شركات بالعالم وجدوا أن الصفة المشتركة بينهم هي الاستيقاظ بين الثالثة والخامسة صباحا وقد قرأت سير الكثير من رجال الأعمال الذين تخطى حسابهم البنكي مليارات الدولارات فوجدت أن الاستيقاظ مبكرا صفة أساسية لهم حتى بعد أن بلغ أكثرهم عمر السبعين فبالرغم أنهم ليسوا في حاجة إلى العمل لكن ما زالوا يحافظون على ساعة الفجر هذه ذلك لأن ساعة الفجر غير قابلة للاختراق حيث يكون معظم سكان هذا الكوكب نائمون فلن اخترق أحد تلك السويعات التي خصصتها لنفسك لن يتصل بك أحد لن يطلب مقابلتك أحد لذلك عندما تستغل هذه الساعة للعمل على أهداف لن تضطر أبدا إلى التأجيل بسبب أمور الحياة اليومية أعط الصباح فرصة وانضم إلى أولئك القلة المتميزون الذين يبدؤون يومهم قبل معظم سكان هذا الكوكب وقوفك بين يدي الله المهيم وأنت تصلي ركعتين سنة الفجر واستشعارك قول النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خيرا من الدنيا وما فيها تلك العزة التي تغمرك وأنت تقف بين المصلين على يقين بأن الملائكة تشهد تلك الصلاة ثم المضي وأنت تعلم أنك في ذمة الله القوي القدير مع الصباح وفقني الله أن أحفظ الكثير من سور القرآن الكريم رغم أنني أستغرق عشر دقائق فقط كل صباح لحفظ ثلاث آيات أو آيتين وقراءة تفسيرهم العشر دقائق هذه تمكنك تقريبا من حفظ بعض الصور في أقل من شهر مثل سورة الرعد وصورة إبراهيم وصورة الحج وصورة النور وصورة الفرقان وحفظ الكثير من صور جزء عمى وجزء تبارك هل خطر ببالك يوما أن تكون من حفظة القرآن الكريم؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته عشر دقائق كل يوم تمكنك من حفظ كتاب الله تقريبا في خمس أعوام تخيل أنك بعد خمس أعوام من الآن أصبحت من حفظة كتاب الله أي شرف هذا؟ قديما كنت أشعر ببعض الحزن كلما مضى عام وأتى عام حيث كان الحال هو الحال حفظ ثلاث آيات كل يوم تغمرني سعادة مع كل يوم ينضي حيث أشعر أنني أقترب أكثر من كتاب الله عز وجل حتى وإن توفاني الله الحي قبل أن أحقق هدفي كان لي أجر النية كاملة لأنه الكريم الذي يعطي على القليل الكثير مع الصباح لم تعد قراءة القرآن أمرا أفعله كل رمضان فقط حيث أنني أخصص عشر دقائق كل صباح لقراءة القرآن سماعا بمعنى أنني أسمع أحد القراء بينما أقرأ ما يقوله من المصحف هذه الطريقة فعالة حيث أنها تزيد من الفهم والخشوع أثناء قراءة القرآن العشر دقائق هذه تعادل قراءة نصف جزء تقريبا لكن ليست العبرة بالكثرة تتدبر الآيات ولا تنشغل بالكم أعرف أحد الشيوخ الذي بدأ قراءة القرآن في رمضان وختمها رمضان الذي يليه حيث كان يقرأ قراءة تدبرية يقف عند كل آية ولا يكتفي فقط بقراءة تفسير المفردات بل يبحث عن أسباب النزول ويتساءل لماذا جاءت هذه الآية بعد تلك وهكذا جربت تلك الطريقة فتغيرت حياتي حرفيا حيث ألفت كتيب أتدبر فيه فقط عشر آيات وسميته آيات تغيير حياتك مع الصباح أصبحت أقرأ تقريبا أربعين كتابا كل عام بعد أن مضت سنين من عمري لم أتمكن فيها من قراءة بضل صفحات في كتاب أقرأ ساحة كل صباح مقسمة إلى نصفين أقرأ في كل نصف ساحة صفحات كتاب أتقنت مجالات كنت لا أعرف ترجمة أسماءها تقول الإحصائيات أن قراءة ساعة كل يوم تعادل درجة دكتورات في السنة هناك كتب لا تتعدى صفحاتها المئتي صفحة وضع كتابها فيها خبرات تزيد عن خمسون عاما تخيل أنك تجري حوارا مع الشيخ الشعراوي رحمه الله وهو يقول لك خواطره الإبداعية والملهمة في أهم الأمور في حياتك أو أنك مثلا تتناول القهوة كل صباح مع الدكتور مصطفى محمود رحمه الله ويقدم لك خلاصة أبحاثه وتجاربه التي استغرقت سنين أو أنك في مقابلة مع السيد ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة شركات فيرجين وهو يعلمك كيف نجح في تأسيس أكثر من أربعمائة شركة ناجحة رغم أنه بدأ من لا شيء الكتاب نافذة تتطلع من خلالها إلى العالم مع الصباح ولد هذا الكتاب الذي تقرأه بين أيديك الآن وأظن أنه لولا الصباح لإن فرطت ساعات اليوم من بين يدي ولن أجد وقتا لكتابته لس ذلك الكتاب فقط بل ملايين الكتب حول العالم ولدت في الصباح حيث ذلك السكون الذي يزينه فقط أصوات الطيور وهي تستقبل يومها ساعية إلى رزقها مع الصباح لم أعد ذلك الشخص الذي وضعته الحياة في سباق لا ينتهي حتى نسي أن يعيش لا فرصة لأولئك الذين أسرهم العمل المكتبي أو متطلبات الحياة اليومية حتى زادت أوزانهم وتغيرت أشكالهم إلا الصباح 20 دقيقة كل صباح لممارسة الرياضة تتغير حياتك نفسيا وبدنية أي رياضة؟ المشي أو الجري أو رفع الأثقال أو ركوب دراجة هوائية اختر ما يناسبك مع ظروفك لا تفكر في الأعذار بل فكر في الحلول حيث لا شيء أهم من صحتك مارس الرياضة داخل بيتك أو خارجه ممارسة الرياضة تزيد الشعور بالسعادة وتساعد في التغلب على المزاج السيء حيث يفرز الجسم مادة الأندروفين التي تساعد على الاسترخاء وتقليل الإحساس بالتوتر أدومها وإنقل أهم الأمور في الحياة هي أبسطها وكما قالوا قطرات الماء توشك أن تفلق الصخر الأمر ليس معقد خص الساعة كل صباح بعد صلاة الفجر وقسمها إلى عشرين دقيقة عشرين دقيقة عشرين دقيقة أولها للقرآن وسماء موضة تذكرك بالله عز وجل ثانها للقراءة آخرها للرياضة حافظ على تلك الأمور وستحشق صلاة الفجر وسيصبح الصباح جزءا من حياتك يقول سيدي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل أي أن كانت أهدافك وآمالك خصص لها ساعة الفجر هذه ودوم عليها كل يوم تلك الساعة التي تخصصها لنفسك كل صباح سوف تجعل كل دقيقة في يومك مفعمة بالطاقة والحماس وستكسبك منظورا جيدا يساعدك على الارتقاء في كل جوانب حياتك سوف تغيرك هذه الساعة وتجعل منك إنسانا أفضل معركة الفراش تخبرنا وكالة ناس الفضائية أن المكوك الفضائي يستهلق قدرا أكبر من الوقود في الدقائق القليلة الأولى بعد إطلاقه مما يستهلكه أثناء رحلته بالكامل حول الكرة الأرضية لماذا؟ لأنه يحتاج في البداية إلى التغلب على قوة الجاذبية الهائلة وعندما يجتاز هذه المرحلة يصبح طيرانه أسهل بكثير الأمر كذلك بالنسبة لك عندما تستيقظ لصلاة الفجر يكون مستوى التحفيز عندك صفرا فلا شيء أحب إليك في تلك اللحظات من النوم لذلك الطاقة المبذولة للتغلب على جاذبية نفسك ووسوسة الشيطان في تلك اللحظة تكون أكبر ما يكون لكن بمجرد أن تتغلب عليها تصبح الأمور أسهل بكثير اذكر الله العزيز اعتدل من نومك واجلس حيث يقول العلماء أن ملامسة القدم للأرض تعطي إشارة للمخ بالاستيقاف اذهب للوضوء وأسبغ الوضوء ويفطل غسل الرأس بالماء حتى تستفيق تماما حاول أن ترتدي شيئا من أفضل ثيابك لصلاة الفجر وأنت تطيب لأنك بعد لحظات ستكون في مقابلة مع ملك الملوك الذي له كل شيء وبيده كل شيء أيضا حسن المظهر والتطيب له أثر نفسي أن مرحلة النوم قد انتهت تماما وأنت الآن تستقبل يومك لا تسمح لنفسك بمشاورتك عند الاستيقاف نم عشر دقائق إضافية حتى تقوم نشيطا فأنت لو نمت تلك العشر دقائق ستقوم بعدها متعبا أكثر ولا تقوى على شيء هذا يقول العلماء أن دورة النوم العميق تستغلق ساعة ونصف حتى تكتمل فأنت عندما تستيقظ من نومك ثم تقرر أن تنام عشر دقائق إضافية يترجم المخ هذه الإشارة على أنها بداية دورة نوم جديدة فعندما تستيقظ بعد عشر دقائق أو حتى نصف ساعة أو ساعة فأنت لم تكمل دورة النوم ساعة ونصف فتستيقظ أنت ولكن ما زال المخ نائمة فتكون متعبا جدا ليس لأنك لم تحصل على قدر كافي من النوم ولكن لأنك نمت باستراتيجية خاطئة ربما جربت أنت هذا الأمر من قبل حيث تستيقظ فتقرر أن تنام عشر دقائق ثم تستيقظ فتشعر بتعب شديد فتنام مرة أخرى وهكذا فتجد أنك نمت ساعتين بشكل متقطع ولكن ما زلت متعبا لأنك كل مرة تبدأ دورة نوم جديدة ولكنك لا تنهيها فأفضل قرار هو أن تقوم مباشرة بمجرد أن تستيقظ أول مرة جربها خدعوك فقالوا أن الجسم يحتاج ثمان ساعات من النوم دع هذه الخرافة جانبا فأنت تحتاج لأن تنام مضاعفات الساعة والنصف حتى تستيقظ عند نهاية دورة النوم الهميق مضاعفات ساعة ونصف هي ثلاث ساعات أربع ساعات ونصف ست ساعات سبع ساعات ونصف تسع ساعات فعندما تستيقظ بعد ساعات نوم تعادل أي من هذه الساعات تستيقظ وأنت تشعر بنشاط كبير لأن دورة النوم العميق قد اكتملت جربها بالطبع لن تستطيع أن تحافظ على النوم مبكرا كل الأيام فهناك أمور طارئة ستجبرك على النوم متأخرة عندما يحدث ذلك فلا تضيع صلاة الفجر واستخدم طريقة مضاعفات الساعة والنصف فيمكنك أن تنام ثلاث ساعات أو أربع ساعات ونصف ثم تستيقظ لصلاة الفجر يمكنك أن تأخذ قيلولة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة أنا أحياناً أأخذ قيلولة لمدة عشر دقائق أو عشرون دقيقة وأشعر كأنني نمت ساعات طويلة لأنني أستيقظ وما زال المخ في مرحلة النوم الخفيف نصف ساعة لو زادت القيلولة عن نصف ساعة ستشعر بتعب شديد ربما يبدو الأمر غريب أن تنام لمدة عشر دقائق أو عشرون دقيقة ولكن كثير منا جرب هذا أوقات السفر أو أثناء ركوب الحافلات حيث يغفو الواحد منا عشر دقائق ثم يستيقظ وهو يشعر بنشاط كبير والضحى نزلت سورة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يتلقى فيه أي وحي من الله سبحانه وتعالى لمدة ستة أشهر لم ينزل جبريل عليه السلام لم تأتي النبي أي رؤية حتى قال المشركون أن رب محمد ودعه وقلاه أي تركه وبغضه فأثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وظن بأن الله سبحانه وتعالى لا يريده أن يكون نبي بعد الآن فكان في حالة من الحزن الشديد عندما أراد الله الرحيم أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتركه ولم يبغضه كما زعم المشركون وعندما أراد الله عز وجل أن يقسم بشيء يحث على الإيجابية والتفاؤل والثقة بالله القدير اختار الله الحكيم الضحى وهو وقت بداية طلوع الشمس فقال الله العليم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وهي إشارة لنا أن ذلك الوقت الضحى الذي يأتي بعد ظلام الفجر الشديد هو مصدر للسعادة والتفاؤل والراحة النفسية وكأن الله الودود يقدم دواء لكل من كبلته الهموم والأحزان وأول وصفة في هذا الدواء هي تأمل الضحى حيث بداية طلوع الشمس التي تأتي بعد سكون الليل الهادئ وقت الفجر والضحى والليل إذا سجى قدر عجيب من الطاقة الإيجابية والتفاؤل يسري في نفس كل من حضر هذين المشهدين مشهد سكون الليل وقت الفجر ومشهد طلوع الشمس وقت الضحى وليس هذا إلا لهؤلاء الذين يبدأون يومهم صباحاً مع الفجر وبينت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة تورنت الكندية على عينة شملت 735 متطوعاً من الشباب وكبار السن أن الأشخاص المحبين للسهر والذين يسمون بالليليين تتولد لديهم مشاعر التشاء وكثيراً ما يكونوا في حالة مزاجية سيئة مقارنة بنظائرهم الذين ينامون بالليل ويستيقظون مبكراً قبل طلوع الشمس مما يجعلهم يتمتعون أيضاً إلى جانب هذه الميزة النفسية بجهاز مناعي قوي وعزت الدراسة سبب سعادة من يستيقظون مبكراً إلى أنهم يعيشون حياة طبيعية ويعملون في أجواء ملائمة تساعدهم على ذلك بعكس من يسمون بالليليين الذين يجدون صعوبة في التأقل مع ظروف الحياة الطبيعية خاصة فيما يتعلق بأعمالهم مما يولد لديهم مشاعر القلق وعدم الرضا من أنفسهم والآخرين هناك مفهوم جديد في الطب كذل استوقيتات حدوث الأمراض فوجدوا أن بعض الأمراض تصيب الإنسان في ساعات معينة يقول الدكتور حسام موافي استشار طب أمراض القلب أن ثمانين بالمئة من جلطات القلب والمخي تحدث الساعة الثامنة صباحاً تفسير هذا أن الساعة الثامنة صباحاً هي أسوأ وقت للشرايين ذلك لأنه عندما يأتي الليل تبطئ حركة الدورة الدموية عند النوم يمكن أن يؤدي هذا البطء في حركة الدم إلى تجلطه ولكن رحمة الله القدير بنا أن جسم الإنسان يفرز مادة تعمل على تضييق شرايين الدم حتى تحافظ على سرعتها ونرى هذا واضحاً عندما نمسك خرطوم مياه ويكون تدفق الماء فيه ضعيف فنضغط على الخرطوم لضيقه حتى يزداد تدفق الماء وجد الأطباء أن الشرايين تصبح أضيق ما يكون في الساعة الثامنة صباحاً مما يسبب الجلطة لذلك ينصح الأطباء غير المسلمين بالاستيقاظ قبل طلوع الشمس لكسر هذه المادة التي تعمل على تضييق الشرايين قبل أن تصل لذروتها وتسبب الجلطة أخبرنا الله العزيز بها مباشرة في آثان الفجر خاصة الصلاة خير من النم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة